فبحسن كل مسألة تذهب إلى صاحبها حكم من كان مأموماً في صلاة خلف إمام يمسح على شراب قصير والله السؤال ده مهم إن هذا مما عمل به البلوة أيضاً معظم الشربات المعصرة الموضة إنها تحت الكعب طلعت موضة جديدة لسبب أو لآخر الله أعلم ما حكم من كان مأموماً في صلاة خلف إمام يمسح على شراب قصير أثناء وضوءه مع العلم أنني على علم بأن هذا الشخص يمسح على جورب تحت الكعبين نقول له في المسح على الخف أو الجورب إذا كان دون الكعبين خناف بين أهل العلم بس الجديد هنا هذا ليس أمو مجمع عليه هذا أمو مختلف فيه الجمهور على أنه لا يجزئ المسح عليه لكن خالف في هذا بعض أهل العلم فأجاز المسح عليه كشيخ الإسلام المتيمية رحمه الله فالاحتياط إذا كان الخف دون الكعبين ألا يمسح عليه تبعاً لما عليه جمهور أهل العلم وعلى كل حال من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره فإذا كان الإمام قد قلد من قال بجواز الصحة المسح عليها فصلاته لنفسه صحيحة وصلات من اتم به صحيحة كذلك ويمكن مناصحته في ذلك برفق وأن تبينه أن رأي الجمهور أولى بالاتباع وإن وقعت في نفسي تريبها مستقبلاً فتحر الصلاة خلف من تطمئن إلى الاقتداء به والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر